اشتركوا في القناة 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 كبروا بهالليل قولي وللك قولي يا عملي الليل أهل الطفولي كبروا بهالليل والتمع جاي جاي وراء جاي حبيبي اغرامك كبير سبحك حبيبي سلم الهوى جاي حبيبي يا أول هاوى يا شب سبيبي أنا وحبيبي ميل علينا أمر دشرين حكي علينا سألونا مين ميل علينا أمر دشرين حكي علينا سألونا مين ما هيتا أمرنا نزل صورنا سعي الحبيبي القصة قصة 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 بعد ما شفتوشي ولا سمعتوشي انتظرونا بعض الفاصل موسيقى وعرفوا تصيبوا هادولي هجب وحداي ستلي الطرموش الله معك يا مهدان واحد ثان ثان مصابوا نسي عائلة العادي بسوا له اللي كان ما شيخ الصياد وطلوا طلوا الصياد وسلاحوا يلمع في عصورة لو نرمادي بطيروا تتلعن يا الله من وادي لوادي وما قدروا عليها الصياد من وادي لوادي ما قدروا عليها الصياد وطلوا طلوا الصياد وسلاحوا يلمع في عصورة لو نرمادي بطيروا تتلعن يا الله من وادي لوادي ما قدروا عليها الصياد من وادي لو تي ما ندرو عليها الصياضي وحيت عينك يا عصفورة قلبي نوي ليك بديش فلكشي عرورة وفيها اصلي ليك وحيت عينك يا عصفورة قلبي نوي ليك بديش فلكشي زعورة وفيها اصلي ليك يا ويل ك لو هيلك برمتي يا عهد زعورة وعلقدك موادي لو Sachen Så protests ونرمى دي روتك ده الأعيابة من ودي لوادي ما أدر عليها الصيادة في مرة الحقتك صبحي بالصيف الصحي تعبتيني ولولا شوي سلم تستحي في مرة الحقتك صبحي بالصيف الصحي تعبتيني ولولا شوي سلم تستحي صوتك يستح ويصوزعني إركض بالشوكي جرعني من وادي لوادي كلماني شادش بصيادة تلقى طلب الصيادة واستحني المعيابة في عصورة لو نرمى دي روتك ده الأعيابة من وادي لوادي ما أدر عليها الصيادة الله على الفن وعلى أداء المسرحة الرائح بدنا نحكي عن شغلة مهمة اللي هي أساسية عند الرحابنة بكل اللي قدموا في عنوان أساسي اللي هو الحوارات الغنائية وسكتشات اللي قدمتوا منه أنتوا جزء وهذا جزء من كم كبير تقدم أنتوا عن المسرح بتقدموا أغانيكم بهذه الطريقة دائما بدنا نذكر كمان أنه الفنان الكبير كمان غادي الرحباني بنوجه له تحية القصمة الأكبر من أغانيكم الخاصة هي من الحنم وكتابته من 2005 كمان في بدي أذكر لمشاهدين أنه كلكم سوا كان فيقلكم مشاركة بالمسرح الرحباني أو مع السيدة فيروس مثل ألي مثلا أنا قلت لأنه شاركت بي 13 سنة تقريبا 13 سنة سيمون بدي تذكرني شو كان في مشاركة بأعمال أنا بلشت من سنة 80 يعني عم نحكي مع الأخوين رحباني الأخوين رحباني المؤامرة مستمرة وكفت وبعدها مستمرة وبعدها مستمرة صارت مستمرة بغير شيء المؤامرة طبعا أنا من بعد استوديو الفن كنت في 98 بلشت مع الأستاذ منصور بآخر أيام سوكرات كبير الله يرحم أستاذ منصور والسوكرات المتنبي مروق الطواقف ذكرني نادر حكم الرعيان زنوبيا ونقدر كمان سيتشي مع عمل منصور الرحباني أنا بلشت قبل جيلبير بعمل بالوصية واشتغلنا كمان فيه بروغرام ما أبصر النور للأسف كان بروغرام للتليفزيون اسمه محطات كمان مع استاذ منصور بروغرام 13 حلقة على التليفزيون بس كان فيه مشكلة تقنية وقتها ما نعرض البرنامج وفيه روائع غنائية ما تسمعوها الناس يعني هذا العمل أنا بتحسر عليه أنه ما وصل لناس وما سمعوهم بيشبه ساعة وغنية بس أنا تذكروا أكيد ساعة وغنية تذكروا طيب الشباب أدي أدي أنتوا عشتوا فإذن إذا بنا نقول عشتوا هالأمور هذي واقعيا على المسرح قداش كان التعامل مع الرحابينة قداش كان هالانضباطية اللي حكيت عنها قبل جلبير فعلاً علمتكم إشياء وهي مختلفة عن أي شيء بره يعني يمكن نحنا معاً شفنا هالظاهرة هذي أنا بأعتقد الاستمرارية تبع الفرسين الأربعة هي نوع من الانضباط اللي تعلمناه بالمسرح أو ما بيكون في هالشغف والحب اللي بين بعضنا اللي بيخلينا نغني بهالطريقة وإنه نضل إذا بدك الغيرة على بعضنا مش من بعضنا يعني نضل نحب إنه كل واحد يعمل الأحسن اللي عنده وتنقدم أحلى مادة للأحسن صحيح لننسكون هون أنه العمل اللي رحبيني هو عمل جماعي صحيح كان في عنوان كبير السيدة فيروس بس كمان هو كان تقريباً عمل جماعي بكل الوقت كمان العمل جماعي صار فينا نقول إنه شبه مفقود يعني مش هيني تقدروا تتخلوا عن الإيجو بتكونوا أربعة تكن سوا عم تقدموا شيء واحد بهيك زمن بهيك زمن يعني بتعدي ما داشت فيه مشاكل بالإضافة بالإضافة يعني من المعلومات اللي ناس ما تعرفة عن الرحابني أنا كان عمري عشرين سنة لما بلشت معهم بعيط لي مرة أستاذ منصور بيقل لي شو رأيك بشغلي خملته بزهنيتي إنه عم بيستلمني ما فهمت علي عجيت عم بيقول للشباب إنه شو عم بيستلمني لأنه أنا جديد بالفرقة قالوا لي لا نحنا كلنا سألنا يعني مع الرحباني تتعلم تعرف أنه أنت منك ناجح دايما أنت في حولك ناس في حولك مستشارين بعض الأمرار من عامة الشعب تاخد رأيه أنت توصل لكل الناس هيده ميزة عم نختبر بهالبرنامج والشغل الحلوي أنه فعلاً هالجيل اللي قدم إن كان مصر لبنان بالعالم العربي كان فيها الحس الفني هاي والمسئولية رحابني تحديداً نعرف نحن أنه كانوا ياخدوا رأي الصغير بس كمان كانوا ياخدوا رأي المثقفين والمهمين ودايماً فعلاً إذا هو واحد يربط حاله بالسقافة العالية ويربط حاله بالناس سيمون قدي برأيك لغة الرحابني كانت لغة جديدة وفعلاً قدروا يعملوا هالرابط بين الناس العاديين البسطة وكمان على مستوى عالي هي لغة كانت كثير طبيعية يعني إذا بدك نحنا وقلنا عند بيت الرحباني بتحس حالك أنك بعدك بعائلتك عندك بيك عندك خيك عندك أختك مش أنه رايح أنت تشتغل أو أنت عندك في مسؤولية لا 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 كثير مرتاح كثير مرتاحين جماعة لاتش قلت لك اشتقنا الحقيقة جماعة كثير حقيقيين وحتى برات الفن أو برات الدومان هيدا بتسألهم بنصحوك يعني أنا مثلا عندي شغلة تعبتني كثير بروح بقل له مثلا استاذ منصور أو استاذ عاصي شو رأيك بكذا كذا بيعود بيحكيك كأنك ابنه يعني هيدا كمان بنعكس على الفن وعلى على الأداء اللي بيعملوه يعني شغلة شغلة كبيرة كثير مش أنه نحكيها بكلمتان يعني جيلبير قداش هالشي منشوفه بالمفردات المستعملة بالشعر يعني كان في شعر على مستوى عالي بس بذات الوقت دايما كمان قريبة من الناس يعني في محاولة دائمة أنه المفردة الرحبانية ما تبعد عن الناس هيدا السهل الممكن اللي كانوا وبعدين في كان يرفقهم اللي يرحموا السيد سعيد عالي كان من الناس اللي كانوا موجودين عطول حد الأخوان الرحباني كان جزء من هالكبار الشهراء والمسلطفين طيب اللي بي بما يختص بهذه النقطة لأنه بحب ضوي عليها الناس يمكن ما بيعرفوا أو ما بينتبهوا نحن لبنانيا بكل منطقة عندك عندك كلمة مختلفة عن الثانية يعني ممكن تلاقي لكلمة خمسة عشر معنى يعني خمسة عشر الطريقة لتنقال إجوا هود الناس خلقوا لغة وحدة خلقوا وحدة صرت تقول أنا عم بغني لبناني ما عم بغني كسرواني ما عم بغني شمالي ما عم بغني بقاعي والغريب عملوا أغاني بقاعية عملوا أغاني جنوبية عملوا أغاني شمالية بس لما غنوا بشموليتهم غنوا كل لبنان يعني هي اللغة البيضة الرحبنية مزفوط يعني طلعوا من اللهجات المناطئية إذا بدك لا لهجة لبنانية عمي مع أنه نتوقضوا شوي بالأول وغريب هالانتقاد دائماً اللي بيأتي مع أي مبدع بيكون بالبداية بعدها بيصير هو القاعدة طبعاً بدنا نغني هلأ ما بدنا نغيب كثير على المغنى شو هنغني شو عبالك 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 كثير أنا لو بيصر لي اسمع كثير بس الوقت دائماً دندني نسمع سألوني الناس يلا سألوني الناس عنك يا حبيب كتبوا المكتب وأخذها الهواء بيعز علي غنيك يا حبيب لا أول مرة ما بدنا تسوا سألوني الناس عنك يا حبيب كتبوا المكتب وأخذها الهواء بيعز علي غنيك يا حبيب كتبوا المكتب لا أول مرة ما بدنا تسواك سألوني الناس عنك سألوني قلت اللي نراجع وعدلوني سألوا للناس عناك سألوني قلت اللي نراجع وعدلوني قمت عيوني خوفي للناس شفوقي منكبت معيوني وهب الهواء ومكان الهواء يا أول مرة مريكم سواها سألوني الناس عناك يا عبي كتموا المجلي وكتابوا بعزي علي غديك يا حبيبي يا أول مرة مريكم سواها عدا فاني برفق الضيف الموجود بس حسيت ما بقدر اتدخل لا بقلت صوتك كمين بقلب واحد حول هذه الغنية كل الناس يقولون ويعزز عليّ غني يا حبيبي هي غنيك يا حبيبي هذه الغنية كان ملحنة زياد لأستاذ مروان محفوظ بغير كلمات حب الكلمات لما صارت المشكلة الصحية مع أستاذ عاصي حب الكلمات أستاذ منصور وقال له بدي اللحن يعني حب اللحن تردون قال له رح اكتب لك على المحطة وأول عمل كان أستاذ عاصي مش بالمحطة قالت بعز عليّ غنيك يا حبيبي ولأول مرة منصور مش غني يعني بالكتاب موجودة كلمة غنيك الغريب سوريا مروان قديش أستاذ منصور يعني على لحن تاخده تركب كلام بهال هل قدي راكب يعني هل قدي شك ما في شك أنا أكيد أنا أكيد أنا ما عم نفتير بالتفاصيل بس أنا أكيد أنه الرحابني كانوا كتير يتصرفوا بحرية بمسألة اللحن والكلام يعني ما بتعرف أحيانا بيكون الكلام قبل أو اللحن قبل وهذه هون العبارية والشغلة الخاصة نحنا نحنا مضطرين أنه نتوقف مع فاصيل ومن تابعة بالقسم التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صور على مصور جلال ، ، شعبت واضربتوا تساعدها بالليل 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 لما نغاب ليلتها القمر والعدل مغطى الكين ونام البشر يا بشار بالليل بالليل لما نغاب ليلتها القمر والعدل مغطى الكين ونام البشر يا بشار كنت وحدي كنت وحدي راجع بهاك الطريق تعبان من هم الديني وكتر الصار يا ليل 10-11-11 دقيت الساعة بالليل وأنا وحدي فجأة دق الباب أو بعدني عم حط راسي عالم خدي صارت تقول الحالي شو مينو بها الليل اللي قصدني ورجع دق الباب قلت لازم أعرف مين يلا حقني وفتحت الباب بسرعة وضربت وضربت شهدو خليتوا يوقعها الأرض فردوا يالكان بإيدو أربطوا في الحملة أو طعميتوا قتلي أربطوا في الحملة أو طعميتوا قتلي أو لميت الجيران لميت الجيران عزاري مفهمناها عيدة عيدة 10-11-11 لقيت الساعة بالليل وأنا وحدي فجأة دق الباب أو بعدني عم حط راسي عالم خدي صارت تقول الحالي شو مينو بها الليل اللي قصدني أو رجع دق الباب قلت لازم أعرف مين يلا حقني وفتحت الباب بسرعة وضربت وضربت شهدو أليتوا يوقع على الأرض فردوا يالكان بإيدو أربطوا بالحبلة أو طعميتوا قتلي أربطوا بالأدل أو طعميتوا حبلة أربطوا بالحبلة أو طعميتوا قتلي ولميت الجيران لميت الجيران عزاري سلمت ممت عشاعت نمت الحالي كأنه ما صار معي والحكاية وفتحت الشباك أو خلصت ليلتها هاك الراوي هلا كهل شمار حلوية يا شابيبا جيلبير تبضى عشر أحداث عشر و اثناث وحدة عادة ممكن نضغل في تصوير الخلقة نحن بس اليوم هنعيب لثنين تلاتة إذا فينا هون ما فينا منتوقف عند يعني نحنا منقول الاخوين رحبيني يعني عاصي ومنصور حاولوا البعض أنه يفرقوا وهيدي غلطة كبيرة لأنه ما بيتقسموا عن بعض فيه الياس الرحباني الله يطول بعمره ويبدو أنه مين ما كان يقدم أعمال تحت المظلة الرحبانية كان يقدم أفضل ما عنده الياس الرحباني مثل ما كان يقول عنه منصور الرحباني هو شيخ طريقة يعني له طريقته الخاصة رائعة يعني فيه عبقارية مين بالمين شو رأيك جلبير بهالجو واللي هو يقدم كذا أغنية بالمسرحية مسرحية أيام الصيف نعم من الأغاني اللي انشهرت كمان بيني وبينك يا هالليل لما شفت عشقتها يا أبو مرعي كل هالأغاني راح ندهن للبيت منيح يعني فيه أغاني كثير نعرفيت من خلال مسرحية أستاذ الياس اللي عملها أيام صيف وفيه 10-11-12 كمان كيف مبعث مين بيحب إلي نحكي عن الياس الرحباني عن طريقته الخاصة يا أستاذ الياس يا أحكي أستاذ الياس أستاذ الياس من الأطراف الأشخاص ممكن تلتقى فيهم بالحياة لا في شك كنا نعرف الهضمنة السرعة البديهة الدحكة الموجودة دائماً الزكاة الحاد مش معقود ولما بيحكيك فلسفة وبيحكيك بكل المواضيع بطريقة مخيفة صحيح بس لأنه في أعمال كثير ما منعرف أنه هي اليسر حتى هذا اللي يتدور من الترايف اللي صارت مع أستاذ الياس أنه بيخبرك أنه عاصي منصور كانوا معتبرينه مخيون الصغير يعني أنه هذا الياس لحديث ما عمل كان عندنا طحون ومين لفتت له نظره عبد الوهاب غنيت كان عندنا طحون فجاي عم بقول في أغنية جديدة للست فيروز الطحون خاينة الياس صار خاينة ساعاته صار خاينة الياس الياس اللي عمله هو بيخبرك إيها بطريقة كتير مهضومة أنه كل عمره أنه اليسر صغير يعني يعني معنا بيانوع اللي ملفت كمان إنه إذا تاخد اليسر رحباني بشئ تاني مثلاً يا أمر الدار السلم على الحبيب أو طولوا علينا طولوا بتشوفه بستيل تاني ونجح فيه على الآخر يعني في تنويع كتير بس أنا بحب أقول هون مبعد في رأيي يبدو أنه رحباني كان عندهم جداً تحمل مسؤولية يعني وقت الزياد قرر يشتغل بالفن وقت الياس كان المطلوب هو سقف عالي جداً بأعتقد كان هيدا الأساس سيمون غزارة الإنتاج عند الرحباني كمان ميزة هيدا أول شي لأنه أخوين عم يشتغلوا بذات الوقت على ذات النفس على ذات الفكر كانوا يشتغلوا ليل نهار تقريباً كان معمل يعني كانوا كمان أخوين رحباني كانوا يستعينوا بخيون الياس بالآخر يعني حتى زياد في ليمون يعني يستعينوا طبعاً طبعاً ما عندهم مشكلة يعني هني يطرح يقولوا بدنا كذا بيعرفوا نفس كل واحد كل واحد شو عنده إحساس شو عنده شخصية مثل ما هون الفرساء وقت اللي بيقولوا أنه كيف عربعة مع بعض ومن كذا النجاح أنه كل واحد عنده شخصية كمان وكل واحد عنده صوت وكل واحد عنده ميزة أنا ألاحظ اليوم نلبس حتى كل واحد عطاري مش مضرر فهي كانوا كمان الأغراب كما قدت ممنوع المزح في سقف معي سقف لا العمل تكون ناجح ومستمرت بس الزرطيجي بتحسب الأعمال يعني الرحابني عندهم حوالي ثلاث تلاف ساعة إذاعة مسجلة بالإذاعة اللبنانية ثلاث تلاف أغنية ثلاث فلومة سينما صحيح مسلسلات مسلسلات حوالي 27 مسرحية يعني بس حدا يقل كيف لحقوا يفكروا فيهم ومشي كيف يقول صحيح دائما يعني اليوم هالغزارة مش معقول يعني أنا عهدى قراءاتي بكتب لا بيحكي منصور الرحباني بيقول نحنا كان يدال يقول أنه الكسل كمان نهم كتير هو جزء كبير من الإبداع لأنه واحد يعبي فيه ونحنا ما كنا نشتغل مثل ما يتصور للبعض بس نحنا كنا سريعين بالإنتاج وأنا بحس هيك أنا عندي هيك شغلة أي اللي إياها أستاذ ليس أنه مثلا تنعتبر فيه مسرحية يعني بألفوا بيطلبوا منه أنه عملنا هالغنيتين ثلاثة قال لي أخر شي ما بقفيني لتلو نخيي أنا أنه أنتو رب مين بيعمل يعني ليش هم تطلبوا مني أعمل هالغنيتين قالوا له ليس عملا يعني أنه خلاص أنه يعرفين أنه لازم كل حدا نكون عنده دور حتى بيترا كانوا راحين على الأردن درسوا الأرضية لقوا أنه ناقص وقت وناقص غنية أنا بدون يمارقوا لبنان بخبرك أستاذ غادي كانوا قادين على البلكون عندهم بالبيت كيف طلعت غنية بحبك يا لبنان بحبك يا لبنان يقول له عاصي يا وطني بحبك مصور يقول له بشمالك بجنوبك بسهل مثل بيمبون طلعت الغنية بطريقة مخيفة طيب أنا بروح على مطرح شوي مش بايد كتير يعني عن التنوع اللي رحاب نفيته على التراث التراث اللبناني التراث العربي الموشحات القصائد الألحان الغربية العالمية دمجوا هالإشياء كلها سوا كمان برجع بقول أنه بالبداية ما كانت كتير لمصلحته ندخل الغربة بالوقت اللي كمان هالشي أصبح هو البصمة الأساسية والتطور الفنان ما بيقدر يضل محله الفنان هو المفروض يتطور لحتى يقدر يوصل أكتر وأكتر لكل الناس لكل الأزواج لكل الشعوب صحيح فلقبك الفنان الشامل فهن كانوا عجب شاملين هذه جرأة هذه جرأة أنه حدا يفوت وياخد خاصة عم تحكي أنت من بترجع البدايات أنك تجرأ تاخد شغلة وتعربنا وتعربنا يعني مش مصحة يعني من أجمل كمان المسرحات تقدمت واللي قدمت على مصورة الحباني صيف 840 نعم أغاني رائعة بس هنقدم شي خاص جدا منها شارك فيها الأستي سيمون من المسرحات ضابط المصري ضابط المصري أقدمت شي كتير حلو بوقتها وقدمها هالأغنية بالزيت أقدمها غسان صليبة كمان من أقدم له تحيين زينو الساحة زينو الساحة أو الساحة لينا أو ليلة الساحة فينا مزينا زينو الساحة أو الساحة لينا و سيّنو الساحة أو الساحة لينا زيينو الساحة أو الساحة لينا و לيلة الساحة فينا مزينا و شأن شكلو غربي وأنا ما قرhون ربيط الغرفي بأناخر، هون سيّلوا غربي وأنا ماضرهم رميّة الغرب في أماضرهم وعلي في قلبي بالله خبرهم يا هوى مالبي ونتو صاوين وزيّنوا الساحة وسحالينا وليلت الساحة فينا مزيّن وزيّنوا الضارة للبطل داخل من آنف الغارة بالحي تواصل زيّنوا الضارة للبطل داخل من آنف الغارة بالحي تواصل وياهك الجارة và قصرة للنح desde لك صوت الحارة وحبك فايل وزيّنوا الساحة وسحالينا وليلت الساحة فينا مزيّن وليلت الساحة فينا مزيّن وليلت الساحة فينا مزيّن شباب سكرتوا العدد على أربعة ولا فتحوا من الفارس يجري معكم متشربوا متشربوا بعد الفاصل ومتابع حلقتنا الليلة مع الفرسان الأربعة ومع عالم الرحبني أنا بسميه وقت أطلقته هالاسم الفرسان الأربعة يعني دائماً مهمات أو مهمة الفرسان هي مهمات صعبة وكبيرة شو كانت المهمة تحديداً؟ نحن لما طرعرعنا بهالمسرح وبهالعالم الرحباني منعتبر حالنا مسؤولين بما كان نمع عن استمرارية الأصالي بهالبلد بقى لما انطلقنا بالألفان وخمسة بأغنية شرشحة البلد صرنا نقول بين بعضنا بالأول أنه يا عمي معقول الناس بده هيك نوع أغاني فيها فيها مساج فيها وزنات تقيلة طلع الناس بده وبده كتير مش متما بيقولوا يعني دائماً أنه الناس بده هيك لا الناس بده أصالي بقى التزمنا بهالأصالي ونحن منحي كل حدا من هالمدرسة مكفى يعني نحن منعتبر نحن وياك مروان خوري أنه نحن ماشينا على نفس الدرب يمكن كل واحد من مطرح صحيح 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 مصدر واحد صحيح 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 الفروسية بعدها موجودة وبحكي عن الفروسية هون مش الخيل عن الإخلاقيات عن الفن عن هالتفاصيل كلها سواء ما أننا نحلم فيها يعني رحابني حلموا بوطن كبير مضبوط كثير مهمة قلت أنت أنه كيف مستمرين والإيغو أهم شيء أهم شيء هذا كيف يستمر فريق وكل واحد عنده الإيغو تبعه أنا لا أنا لا أنا أكيد بدك مثل ما عم بيقول نادر بدك تكون أصيل وما تفكر بهذا الإيغو تبعك وإلا ما بظل محلك تطور ألي إدا فينا نحلم بعد درجع أقول الحلم الرحباني كان سقف عالي جدا والبعض شوفوا أنه أكثر من اللازم مع أنه شغلة الفنين أنه يحلم حلموا بأشي فنية حقق قوة يمكن على صعيد الوطن كان الأحباط من ميلة الوطن مش ميلون هنه ميلتون إدا فينا نحلم بعد بشي أفضل فنيا ما نحن نحكي عن إشياتين فنيا أنه أنا على القليلة نقول خلينا نعمل استمرارية لهالمدرسة اللي حلموا فيها قبلنا وهلأ نحن بعدنا عم نحلم أنه نكمل ونحن كفرسين يعني بسك بدي ترجيم شغلة شو يعني إذا بدك فروسية وأصالة وهدول الأخبار يعني نحن أخذنا مواضيع مش ممكن حدا يطرحها لأنه ممكن يروح على التجارة نحن طرحنا موضوع مش ربيحة يعني مظبوط أنه مثلا وهب الأعضاء نحن عملنا غنيه لوهب الأعضاء هلأ مؤخرا من يومين يعني عملنا غنيه للبريست كينسر بالعالم يعني هدا الكمبيد يسألوا أي شو شو في أعمال هلأ عم تقدم يعني حتى عملنا شغلة هلأ لتنطرح عربيا مش بس إنه لبنانيا يعني الفكرة هي التنبيه للأمرأة أنه تروح تعمل هالكشف المبكر يعني نحن نفوت على مواضيع مش ضرورة تكون تجارية وهذا يمكن اللي نحن منعتز فيه أنه مش دائما الهم المواطن أو هم البلد أنه تكون عم بتعمل مصاري لحتى أنت تكون يبع أنا اليوم معلي عم أستشهد بأراء كبار سعيد عقل بيسألوه بيقوله الكبرياء والفيرتاء والعظمة بتجيب مصاري كمان بمعنى مش دائما إنه إذا منقدم الشي تجاري بالعكس مهم الواحد يعيش بكرامته فنيا بس يقدم اللي عم بيحس فيه هو نحن بدنا نقول أنا صار لازم ودعكنه دائما بالآخر في آخر للأسف إنه في آخر بحلقتنا اليوم لكن تحابب إنه ما تخلص وإذا الأرض مدورة رح نرجع نتلاقى عن جد رح نرجع نتلاقى والزمن والأرض بتبرم بس بيبقى الفن الأصيل تبقى الحقيقة اللي حكي عنا سيمون تبقى كلمة أخيرة منكم ما بعش من إذا إذا الكل حيقولوا أنا بدي أشكرك أه وبدي أشكر آآ فليد نصيف وكل إيكيب العمل اللي معهم على هالعمل الرائع للميلاد للميسترو محمود جميل للمحمود عيد محمود عيد جلبة أنا بشد على إيديهم للشباب ومنقول إنه تحية لكل اللي نقالهم شكراً لكم الله قديمك بهالبرنامج الله قديمك بهالبرنامج ومن نجاح لنجاح شكراً على كل شعمة قدموش عريب أتمنى لكم توفيق ورح نختم سوى بهك مدلي صغير يلا الفرزان الخمسي لكان جديد 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 أنا أصد لازم وأدعاكم وأخبركم عني أنا كل القصة لو منكن ما كنت بغاني غنينا أغاني عوراً غني لو حمشتاء ودايماً بالآخر في آخر في وقت فرق في وقت فرق في وقت فرق في وقت فرق يا جماعة لازم خبركم هالقصة عني أنا كل شي يقوله عم حسوه عم يطلع مني المسئدة وفرق والعالم صاروا يقلوا ودايماً بالآخر في آخر في وقت فرق في وقت فرق هاللي كامي يتعلي وأحصبت الصوراً من المي وبشروط السهل اللي تسير بعيوني حبك بعيوني أسهول الريح المشدوني بعيوني وطني بعيوني والليل كثير وبعدة بالحب وفي الليل شرق من بلدنا لعالية بلدنا وإذا الأرض مدورة يا حبيبي رح نرجع نتلاقى يا حبيبي نتلاقى ببيت فيت أنطرات إذا يا حبيبي الأرض مدورة لاي 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 إذا الأرض مدورة يا حبيبي رح نرجع نتلاقى يا حبيبي نتلاقى ببيت فيت أنطرات إذا يا حبيبي الأرض مدورة لاي 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة